السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المتابعين في كل مكان. اهلا بكم مرة تانية في قناة المفضلة. قناة نادي الكترونيك. كتير جدا بنيجي نفتح المية بتاعت السخان. نلاقي المية الساعة قوية جدا وتيجي تفتح الناحية بتاعت المية السخنة تلاقي ضعيفة. طب ايه السر بقى في الموضوع ده يعني ليه السخان بينزل المية ضعيفة بالنسبة للسخانات الغاز. طبعا اي نوع سخان غاز مش نوع معين. تمام? حال المشكلة دي النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة. زي ما تشايفين كده اهو ده ده المدخل بتاع المية آآ الساعة. تمام? انا طبعا آآ المية بتخش من هنا من البداية من هنا. بعد كده بتلف طبعا كده بتطلع لفوق لحد السرابنتينا او المواسير بتاعت المية. اللي وهي ماشية فيها بتتسخن عشان طبعا تنزل لنا من الناحية التانية من هنا. على بس كده بعرفك المجرى او المجرى اللي تمشي فيه المية. تمام? في الاخر المية بتنزل لنا من هنا. تمام? ده اللاي ده انا فكه طبعا عشان اواريك الضغط المية اللي نازل من ه عامل ازاي? تمام? آآ المية بتبقى ضعيفة جدا فبالتالي آآ السخان ممكن احيانا ما بيشتغلش او بيكون من نازل المية ضعيفة فبالتالي برضو المية ضعيفة جدا فمش مش بكملها معاك. تابع الفيديو النهائي وهتعرف حل المشكلة دي ايه? طبعا يا جماعة المشكلة كلها بتبقى هنا في المدخل بتاع المية الساعة بيبقى فيه حاجة كده جوة آآ زي مصفة كده بتبقى ايه فيها رواصفة بالتالي بتبقى مسددها المية اللي داخلها يعني بتقلل المية ممكن تقلل النص كمان زي ما انتم شايفين ده ضغط المية رو طالع من السخانة اهو طبعا الضغط ده زي ما انتم شايفين قليل جدا وبذلك لو دخل على الخلاط كمان هيقل اكتر فبالتالي احيانا ممكن ما يشغلش اصلا السخان معاك بسبب ضغط المية لانه هو قليل تمام حال المشكلة دي فين في ضغط المية اللي داخل للسخان آآ قوي بس بيطلع ضعيف ليه بقى لان هي فيه زي ما قلت لكم فيه مصفة بيكون فيها رواصب من المية وكده وشوائب وعملحوا الكلام ده بتبقى مسددها هنعمل ايه خليك بس معايا واحدة واحدة هنبدأ نفك كده اللي اللي داخل على السخان ده اللي هم داخل المية الساعة تمام آآ دي اول خطوة هنعمل هنفك الوصلة ديت بعد كده هنيجي هنا زي ما انتم شايفين على الجزء ده هنلاقي هنا فيه زي مصمار كده رابط المصورة دي بالمصورة اللي فوق هنبدأ نفك المصمار ده آآ بنفك صليبة او بنفك عادي على حسب المصمار ونبدأ نشوف مع بعض هنعمل ايه طبعا الفكرة دي ما حدش عاملها خالص على اليوتيوب غير انا الحمد لله يعني فكرة حلوة آآ هتنفع معاك وهتزود ضغط المية بشكل ملحوص جامد يعني زي ما تشايفين كده الجزء ده تخلع اهو آآ فيه طبعا اوساخ كده وحاجات جواه وهنا الجوة هنا فيه زي مصفة هي مسودة ومصدية والفتاحات بتاعتها متأفلة خالص فبتعد المية بطئة جدا من جواها فلان معظم الفتاحات بتاعت المصفة او السلكة ديت متسددة هنعمل ايه دلوقتي خليك معي بس واحدة واحدة آآ زي ما تشايفين كده اهو هي دي اللي زي لاني استحرية دقيقة هي دي اللي فعل مشاكل كلها هنبدأ نعمل ايه هنبدأ ان احنا نجيب آآ حاجة ونبدأ نطلع بها المصفة دي طبعا ده بيبقى غالبا يعني من المية اللي هي مش نظيفة انت فاهميني والحاجات ديت ولو كمال لو انت عندك ترومبة مش مش مية اللي هي العادية هتلاقي الموضوع ده منتشر جدا يعني آآ كنت عملت عليها فيديو برضو قبل كده الموضوع ده ولكن هنعمل فيديو جديد برضو ونفصل في كل حاجة هنجيب حاجة كده طويلا زوقي بها المصفة دي لتحت تمام فزي ما تشايفين هتلاها طلعت معاك اهي من ناحية التانية طبعا انت موقد تعمل كل ده وهو السخان راكب في مكانه عادي وموقد تفوق السخان مش شرط وموقد تخلع المصفة دي وهي راكبة في مكانها المصطورة اصلا بس بيبقى سعب شوية فكده اسهل فزي ما ده بقى لازم يتنظف آآ هننظفه بايه هنشوف دوقتي مع بعض طبعا دي فايداتها ان هي ما تدخلش راواصب للسخان جوة يعني عشان ما ايه ما يبص طبعا لان الماء دي بتخش من عند جلد ترداخل من الحاجات دي فلما بتخش راواصب زي كده بتباوز الدنيا جوه اتفهمني فالافضل ان احنا ننظف السلكة دي ونرجح تاني مكانها وممكن ان احنا نشيلها خالص بس طبعا الافضل ان احنا نركبها بحيث ان هي ايه تشيل الحاجات اللي زي كده وممكن كل فترة راح نفكها ان صنع يعني ننظفها هي فكام الصعب زي ما مش هالفين ما خدتش معها اوقتي خالص فهي الفكرة ان احنا نعملها ونرجحها تاني وعلى فكرة هي برضو آآ هتلاقي بتتباع يعني هتلاقي بتتباع في وسط البلد او في الحاجات دي لو هي مسلا مطوعة عندك او بايزة خالص طبعا انا هنجيب سلكة معينية هنجيب آآ اسمها ايه بتاع الفرشة سنان اوه فرشة سنان على فكرة ما عادش بنستخدمها يعني بتبقى موجودة كده وهو في الحمام بس ما علينا المهم يعني هنجيب فرشة الاسنان بس ما كونش بنستخدمها يعني ما تعملش بها بعد كده تقسل بها سنانك يجي لك دسامهم وتقول لنا السبب هتنظف هتنظف اسمها ايه مش عارف ايه الحكاية النهار ده يا جمعنا مش مركز بزرعة هتجي تنظف بها السلكة بجد نانزيت اسمها المصفة المصفة هتجي تنظف بها المصفة بفرشة السنان تمام زي ما اتش شايفين كده ليه بقى ليه فرشة سنان ركزوا معي فرشة السنان بتبقى اسمها ايه الخرابي اللي هو الشعر اللي طالع منها ده الفتل ديت تمام بتبقى رفيعة فزي ما اتش شايفين كده بتخش جوه جوه المصفة دي فبتطلع الحاجات اللي جواها رفيعة تفهميني وممكن بقى نخسلها تحت الحقود برضو بنفس الكلام كده بالمصفة دي حتى خلامي ايه كان اجيبتها جديدة تمام طب بعد ما هنضفناها هنعمل ايه هنشوف دوقتي هنعمل ايه تستعجلوش بس خلكوا معايا كده واحدة واحدة يعني هننضف بنفس الفرشة بتاعتنا يعني مش هنجيب حاجة تاني شوف احنا بنوفر ازاي وممكن تنظفها باي حاجة يعني بس انا بقولك الفرشة يعني مهمة يعني بتبقى احسن شوية انت فهميني? اه طبعا بننضف المصورة كويس ده طبعا احنا فكين بقى بالمرة بس يا سيد وبعد كده هنبدأ نجيب المصفة تمام? ونبدأ نحطها كده في مكانها هنا. طبعا الجزء اللي هو متجوف ده بيكون له جوة يعني ما تعكسهاش لو كاستمش هينفع تمام? وبعد كده هنبدأ نضغط فيها واحدة واحدة كده باي حاجة بس انا ما جاء ايه لو دست فيها جامد يعني حل ما تطحاش يعني تمام? وعلى فكرة احيانا احيانا المصفة دي بتبقى مطوعة وبيضة لان هي طبعا انا مش فهم ازاي معمولة حديد هتصدي يعني الحديد بيصدي المفروض ان هي تبقى مسلا تستقلس حاجة ما تصديش. مش فهم بصراحة الدماغ دي ايه? هما لو خدوا دماغة وحطها في الشركة بتاعت السخانات دي هتبقى مية مية بصراحة. يعني مستغرب ازاي حاجة زي كده اعراضة للمية ليل ونهار تبقى بتصدي يعني. اه دي لو بايزة ومدخلها رقاصة على طول على السخان برضو ممكن يبقى السخان هي اعطل منها كل شوية فهي الفكرة يعني لازم ما تكون موجودة تفاهميني? بس فدلوقتي زي ما تشعيفين كده دي يجيز كده تمام. هنروح بقى ايه نركبها تاني في السخان. هنا زي ما تشعيفين في جوزء كده متجوف ده اللي بيبقى ناحية لده المصمار. عشان المصمار لما يربط عليه يمسكه ما يعودش يلف. تفاهميني? فاحنا نوازيهم مع بعض ونبدأ ان احنا نركبه تاني في مكانه كده بنفس الشكل ده. اه ندخلها بس كويس في مكانها. بعد كده نبدأ نربط المصمار اه اللي هو احنا كنا نفكره من شوية. بحيث ان هي ما تتخلحش. تمام? اه بعد كده هنبدأ نربط اللي اللي هو اللي مدخل الماء الساعة على السخان. عشان نبدأ نجرب ونشوف ضغط الماء يتحسن ولا هو زي ما هو. طبعا اكيد مليون في المئة كده هكون نتحسن وهيكون احسن يعني. ده حاجة بديهية خالص. اه الفكرة دي يا جماعة سأدوني ما حدش عامله خالص. يعني جات لي فحبيت ان انا شاركه بيها. اه على فكرة برضو زي ما قلت مش في النوع ده بس. ده نوع سخان بس هي مش يعني مش بس. في اي نوع تاني. زي ما نشوفين كده انا شغلت اهو. شايفين ضغط الماء عامل ازاي? يعني زاد اكتر من الدعف كمان. يعني لو شفته من شوية كان ضعيف شوية. كان ضعيف خالص يعني كان اقل من النص كمان. دلوقتي زي ما نشوفين شد. ده لما ركبه كده في الخلاط السخان مش هيبقى فيه مشكلة ان هو يشتغل. احيانا لما بيكون ضغط الماء اللي طالع من الخلاط ضعيف ما بيشغلش السخان. متفهم مني? واحيانا ان السخان من البشرة دي يشتغل. بس لما تفك اللي زي كده هو يشتغل. لان انا ضغط الماء اصلا مش اقدر ان هو يخش في الخلاط ويعدي والكلام ده بيضع في الدنيا. ده برضو تتأكد ان هنا المحبس يتعله هو الماء الساعة تكون انت فتحه للاخر. لنسا حيانا ده بيكون واطي. تمام? فده كان فيديو النهاردة يا رب تكون استفدتم معي. واعجبكم الفيديو دوت. لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة. وتعملوا لايك اه وتفعلوا زراء الجرس على اختيار الكل. عشان يجيلكوا اي فيديو جديد احنا بننزله. اه برضو فيه سلسلة فيديوهات كترة جدا عاملة. هسيبها لكم في الوصف. اه ياريت استفاد من الفيديو زي ما قلت يشترك في القناة. انا مش عارف انا عمال اعيد فيها لي يا جماعة. سلامة جماعة سلامة.